السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى اخبار طبعا فيدي ده مهم جدا جدا جاريت متفوتش منه ولا دقيقة انا الفيديو ده هعتبره من اهم انتوبهات اللي انا هعملها على القناة لان فيه ناس كثيرة جدا اللي متشتريك بعد متشتري الزرع من المشتل بفتساجئ ان هو بيتبل منها او بيموت وبيبقوا مش عارفين ايه هو السبب اللي بيخلي النابتال هل مثلا العيب من المشتل ولا العيب من ايه بالظبط فان شاء الله باذن الله تعالى مش هفوت ولا سبب يخلي النباتات ممكن تموت بعد ما تشتريها من المشتل عشان خاطر فيما بعد لما تفيجي تشتري اي شتلات او اي حاجة من المشتل تبقى عارف ايه الاسباب اللي بتخليها ممكن تتبل منك طبعا هيبقى من غير قصد اكيد لان انت ما كنتش تعرف ايه اللي بيحصل في الزرع فاتمنى انتو تشاهدوا الفيديو للاخر عشان تستفيدوا ويلا نشوف مع بعض ايه اللي بيخلي النباتات تموت بعد ما تشتريها من المشتل وارجعنا لكم تاني ومتابعين الكرام طبعا اول سبب ان انت تشتري نباتات تكون مش مناسبة للمكان عندك بمعنى ايه بمعنى مثلا الريحان ده والروزماري وبعض النباتات اللي هي المزهرة اللي قدام حضراتكم دي دي بتكون محتاجة شمس مش اقل من خمس لست ساعات شمس يعني ممكن نقول حد القدمة خالص ليهم اللي احتياجهم للشمس هو اربع ساعات للأسف فيه ناس بيبقى عندها مثلا بلكونة بحري ما بيكونش فيها غير اضاءة بس او ممكن ساعتين الصبح كده شمس مش اقطر فبيروحوا المشتل يشتروا مثلا الحاجات دي كلها اللي هي المزهرة فبيتفاجوا ان هي بدأت تتبل مع الوقت فدي اول نقطة ان انت لازم الاول تبقى عارف هل المكان عندك مناسب للانواع اللي انت هتشتريها ولا لا دي اول نقطة تاني سبب ممكن يخلي نباتات تموت لما نشتريها من المشتل ان احنا لما بنيجي ان نقض الشتلات زي كده بنبص اللاي يعني بنلاقي الجزور زي ما حضرتكم شايفين كده خرجة من القصيص فطبعا بعد ما احنا بنخطها ونروحها البيت بنحطها على الارضية بتاعت البلكونة او البلاط بتاع البيت او السطح او المكان نحنا نزراعها فيه وكده او اسف المكان نحطها فيه فبنبص نلاقي النباتات بدأت تصفر وبدأت تتبل وطبعا السبب ان الجزور بقت متعرضة بشكل مباشر للحرارة العالية فالحل ان احنا لو لينا الشتلات بيق المنظر ده نخلي بقى طبعا من الجزور دي منحاول ان احنا نحط الشتلة على مكان مثلا نحطها مثلا على كرتونة او خشبة او ممكن كمان نحطها على حوض عندنا مثلا فيه تربة ونحطها عليه او ممكن كمان ننقلها على طول عشان خاطر نتفادة كل المشاكل دي بس طبعا بالطريقة الصحيحة اللي انا هسكولها برضو فيه نفس الفيديو ده عشان خاطر برضو دي من ضمن الاخطاء اللي ناس بتوعها فيها هي الخطأ فيه النقل الشتلات ثالث سبب بقى وهو الرأي طبعا انا لو رحت دلوقتي سألت عم محمد الرجل الطيب صاحب المشتل لو رحت ولتول يا عم محمد دلوقتي احنا النباتات دي نرويها كلها دي هقول له النباتات دي تتروي كل يوم طبعا ده خطأ للأسف مفيش حاجة بتبقى لها مقياس معين يعني مثلا عندنا شتلات فيه صغيرة جدا تمام؟ وفيه برضو حاجات بتبقى حجامها اكبر شوية وفيه حاجات اكبر واكبر طبعا مش مقياس ان احنا نسقي النبات كل يوم الافضل ان احنا نلاقي التربة جفت نروي النبات ملناش علاقة بقى وملناش دعوا بقى اذا كانت التربة دي جفت في يوم في اتنين في عشرة حتى ان شاء الله في شهر ملناش طبعا يا مستحيل توصل للشهر وكلا بس انا اللي هو ايه يعني ما يشغلناش بقى النبات قاعد قديه ما يشربش مياه يعني فيه ناس فاكرا ان النبات ده لازم كل شوية يشرب مياه طبعا ده غلط اهم حاجة المقياس بتاعنا هو التربة التربة بتاعتنا جفت نس ايه ما جفتش يبقى هنسيبه زي ما هو في حاجة برضو اه فيه نقطة مهمة ممكن برضو يعني حضراتكم ما تعرفوهاش ان لما يكون مسلا شتلة زي كده فيها اه نسبة اوراق كتيرة فبالتالي هي بتحتاج مياه لو فرضنا دلوقت ان الاوراق دي كلها ويعت كده من الشتلة فهل اديها كمية المياه اللي احنا كنا متعودين عليها طبعا ده غلط لان انت دلوقت ما عندكش ولا ورقة مثلا موجودة في الشتلة هتيجي تديها مياه بنفس الكمية اللي كنت اتهالها في الاول هتتفاجئ ان النبات بدأ بزوره يعني اه يحصل لها عفن وهيموت فالافضل ان احنا دايما نراعي في نقطة الرأي دي نشوف النبات هل النبات في ورع كتير بقى ندينه مياه لما تربة جف ندينه مياه لكن لو لقينا مثلا الاوراق بتاعته ضعيفة يعني مثلا عايز سوف لكم حاجة كده تكون فيها الاوراق مثلا بسيطة يعني هي الفكرة بس اللي انا عايز اوصلها لكم ان لو فرضنا مثلا ان الفرع ده او النبات كله عبارة عن فرع واحد بس كده ما فيهوش اللي بس كام ورقة فمنفعش ان احنا ندلو كمية مياه كبيرة لان المياه اصلا مش هيستفيد بيها فدي نقطة برضو خلوا بالكم منها نيجي عند اهم خطأ للأسف معظم الناس بتاع فيه وهو طريقة النقل النبات الغير صحيحة طبعا انا هستعين بمحمود هيعرفتنا ازاي نخلع العصيص من من احنا ازاي نخلع النبات من العصيص احنا لما نلقله يطلع زي ما هو من غير ما يتفكت مننا الجزور قالينا كده يا محمود انت بتعمله ازاي يعني بص زي ما حضراتكم شايفين كده هو بيدرب ضربات خفيفة على اسفل القصيص فبالتالي بيطلع معانا بالشكل لحضراتكم شايفينه كده بيبقى عبارة عن حاجة شبه الكوباية طبعا لو فككنا الجزور بتاعت النبات ده هتبص تلاقيه هيموت منك على طول بعد ما تزرعه فلا افضل ان انت تيجي تزرعه يبقى بالشكل لحضراتكم شايفينه ده كده فطبعا دي حاجة مهمة برضو لازم تحطوها في عين الاعتبار شكرا خالص يا محمود تجملة برضو لموضوع النقل النبات لازم لما نيجي نلقل النبات لاختار الايام اللي تكون درجة الحرارة فيها منخفضة يعني منفعش مثلا في شهر تمانية ودرجة الحرارة عالية جدا ان احنا نيجي نلقل النباتات بتاعتنا هتبص تلاقي النبات بعد انها بدل تحصل له مشاكل هي اول نقطة النقطة التانية ان انت تراعي دايما انك تخلي التربة اللي هيتنقل فيها النبات تكون مشابهة لنفس التربة الاصلية يعني مثلا لو النبات مزروح في طامي ورمل لو مش متوفر عندك الطامي ومتوفر عندك بيتموس ورمل فلازم يكون فيه رمل موجود فيه التربة اللي انت هتنقل فيها عشان خاطر تحس الجزور ان هو هو نفس الوسط الجزر اللي هو كان عاش فيه ان ما حصلش اي تغيير النقطة التانية برضو ان بعد ما ننقل النباتات بتاعتنا ما نعرضهاش للشمس المباشرة بفضل ان احنا بعد ما ننقل الشتلات بتاعتنا ونحطها في قصيس كبير ان احنا نحطها في مكان ضل او شمس خفيفة لمدة خمس او اسبوع بكتير جدا عشان خاطر يكون النبات التعود على التربة الجديدة ويكون ابتدى يشتغل تدريجي فلما نيجي نعرضه للشمس بعد الاسبوع هنبص نلاقي النبات شغل معنا من غير اي مشاكل لكن لو عرضنا للشمس بعد النقل مباشرة هيبع عنده صدمة النقل اللي حصلت له فبالتالي ممكن برضو يتبل مننا ودي برضو من ضمن الحاجات اللي اللي بتخلي النبات يتبل وتبقى الناس مش عارفة ايه هي الاسباب آخر حاجة بقى نتكلم عنها في ناس لما بتشتري النباتات برضو من الماشتل بتمقى معتقدة ان هي اول ما تروح بالنباتات دي البيت لازم تتسمت طبعا انت يفضل انك تسأل الاول الماشتل هل انتوا كنتوا مسمدين النباتات دي ولا مش مسمدينها عشان خاطر ممكن تكون تسمدت في الماشتل في اليوم ده اللي انت اشترت فيه وبعد كده تروح بيها البيت عندك فتديها سماد فكده يحصل التركيز عالي من السماد في التربة فتلاقي النبات يتحرق منك فبرضو دي من النقاط اللي انتوا برضو تخلوا بالكم منها فيفضل ان احنا لما نشتريه النبات لازم نخليه على الاقل من اسبوع الخمساشر يوم ما نتقوش اي سماد خالص تحسبة للمشاكل اللي انا اتكلمت عنها دي وكمان برضو عشان خاطر النبات بيبقى لسه مش متعود على المكان الجديد فهو بيبقى كل تركيزه واهتمامه ازاي اقلم نفسه وعلى عدد ساعات الشمس اللي هي اللي تحط فيها دي او الجديد عليه فبياخد من اسبوع لعشر ايام كده عشان يبتدي يشتغل ولما يبتدي يشتغل نسمده عالي من غير مشكلة طبعا بالطرق الصحيحة اللي احنا دائماً متكلم عنها فيه الفيديوهات الخاصة بالتسجيل اتمنى يا رب اكون قابلتكم فيه الفيديو ده ان شاء الله ويا ريت بقى مسمعش احد يقول انا اشتريت نبات من المشتل ومات مني انتو لو طبقتوا الحاجات دي كلها اللي انا قلتلكم عليها والله ما هتلاقوا نبات يدبل منكم او يموت بعد ما تشترون من المشتل بس ما تنسوش بقى بدعاكم الامي بالرحمة اه الى الله يا ربنا ارحمها ويرحم امواتنا جميعاً ورب ان شاء الله اه اي حد عنده اي استقصار تقولي فيه الكومنتات انا ارد عني ان شاء الله اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة